السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخوة الكرام أهلاً ومرحباً وسهلاً بك ونبارك لك أن تريد أن تدخل في الإسلام المحمدية الأصيل إن شاء الله بإذن الله نعم باختصار شديد جداً حتى لأنه عندي اتصالات ثانية باختصار كيف بدأت معك رحلة التشيع؟ إن شاء الله سنحاول الاختصار ولكنني نحب كثيراً هذا السؤال بالضبط هو الذي جعلني أتشيع لأني شاهدت عبر قناتكم المباركة في اليوتيوب كنت أدخل إلى قصص التشيع وأتابع جيداً الجواب على هذا السؤال بالضبط لأستفيد من الإخوة الذين سابقون إلى هذا الطريق المبارك بأن به نستفيد نعرف وقع بارك الله فيكم المهم سأحاول الاختصار باختصار شديد أنا كنت مسلم عادي كباقي الناس يعني أصلي وأقطع إلى آخره حتى جاءتني شعلة إيمانية لسبب من الأسباب كان عمري أنا ذاك عشرين سنة في 2004 أصبحت عندي قوة إيمانية سبحان الله في قلبي وأحببت أن أتعرف على ديني فأصبحت أقرأ الكتب الدينية السيرة النبوية إلى آخره الكثير من الكتب الدينية وأصبحت أجلس الجماعة والفرق الإسلامي السلفيين العدو الإحسان العدل والتنمية في المغرب يعني أحب حبا مني للطلاع كثيرا على ديني إلى آخره حتى اقتنعته بالمنهج السلفي وصرت على هذا المنهج لمدة من الزمن ثم تعرفت على إخويني من جامعة العدو الإحسان وانتمت بفضله مع تني تعرفت أنه تعرفت من جديد على نهج العدو الإحسان وهو نهج تقريبا صوفي ينادي إلى النضال والمقاومة السلمية للضلم والاستبدال إلى آخره وأعجبني هذا المنهج وانتميت إليه ولكن بعقيدة سلفية وما تخلصت من عقيدة السلفية إلى بجهد جاهد وذلك عبر مشاهدة عدة مناظرات في اليوتيوب ما بين علماء الصوفية وعلماء السلفية فاقتنعت بأدلة العلماء الصوفية لأنهم عندهم أدلة قاويات ونزلات سبحانه وتعالى عن التجزيم وكشفوا بعد المنهج الخبيط عند السلفيين في بطر الكلام وقتطع الكلام يعني تدليس وكاذب على المخالف فقط لأجل إثبات مذهبهم وهكذا بقيت مدة 14 عاما إلى أن قدر الله لي في 2020 السنة الماضية بالضبط في مثل هذه الأيام رمضان الماضي تعرفت على قناة الأخ المبارك المغربي ذو الفقار المغربي صدفة وشاهدت عدة فيديوهات في قناته السيار وكتب الأحاديث وإلى آخره وانصدمت كثيرا وخصوصا تلك الحقائق المغيبة وإخفاء أسماء المنافقين عندما أجد منافق مات ولم يصلي عليه الصحابي حذيفة فيسمونهم فلان من هذا فلان؟ أنتم تلمون الشيعة وتكفرون الشيعة لأنهم يسبون الصحابة ويسبون كبار الصحابة وعندما نجد أن كبار المنافقين الذين ماتوا أخفيتم أسماءهم إذن ربما الشيعة عندهم حق فأصبحت أفكر في الأمر بجدية وتخلصت من كل ما رصب في ذهني من قبل وبدأت البحث من جديد بحيادية كبيرة وتعرفت على قناتكم وتشاهدت عدة سلسلات للشيخ الحبيب بارك الله فيه سلسلات كيف زيف الإسلام أكذبت عدلة الصحابة مؤخرا بدأت سلسلة أهل السنة أهل الخدعة وقرأت العديد من الكتب للمستبصرين ثم تهديت الخدعة الانتقال الصعب ركوب السفينة عدة كتب للمستبصرين استفدت منها كثيرا وقرأت الكتاب المناظرات في ليالي بيشاور كتاب مبارك قرأته كاملا ويعني بحثت كثيرا حتى اقتنعت بلا مجال المذهب الحق ومذهب آل محمد عليهم الصلاة والسلام هنيئا لك هنيئا لك هذا التوفيق سوف أنقلك إلى سماحة الشيخ الحبيب حتى أن يلقنك الشهادة المحمدية الأصيلة مرحبا السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الحبيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سبحان الله لا أكد أصدق نفسي أني أتواصل مباشرة مع الشيخنا الحبيب بارك الله فيك بارك الله فيك واجعلك الله دفرا بارك الشرف لي كل الشرف لي إن شاء الله شرف لي أن أكون بين يديكم لتلقنوني الشهادة وأدخلوا في الإسلام ذا الحقيقة الصحيح بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى على بركة الله تعالى قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله جل جلاله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ومنزه من كل عيب وشيء صلى الله عليه وآله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن علي أمير المؤمنين ولي الله وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبنائهم المعصومين حجج الله صلوة ربي عليهم صلوة الله عليهم هل تحفظ باقي الشهادات أخانا الكريم؟ أحفظها تقريبا ولكن يحصل للشريف أن تلقيني الشهادة فقط قل لي جملة استغفر الله استغفر الله في خدمتكم إن شاء الله قل لي الجملة كاملة وأن أعدوا وراءك أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة ومعاوية ومن سائر أعداء آل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة ومعاوية في النار صل على محمد وآله الأطفال اللهم صل على محمد وآل محمد بارك الله بك يا أخان الكريم الحمد لله الذي هداك وأركبك سفينة النجاة وصله تعالى أن يقر عينك باجتماعك مع محمد وآله عليهم السلام في الجنة اللهم آمين الحمد لله كثيرا والشكر لله كثيرا على هذا الخير العظيم والله كأنني ولدت من جديد كل التساؤلات وكل الأسئلة التي كانت تدور في ذهني ولا أجد لها جوابا في المذهب البكري وجدت تقريبا جل على جميع الأسئلة في هذا المذهب الحق الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا جزيلا كثر الله من أمثالك بارك الله بكم إخوتي الكرام الله وجعلكم خدام المهدي إن شاء الله أجمعين إن شاء الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أجمعين إن شاء الله بكم إخوتي الكرام أجمعين إن شاء الله بكم إخوتي الكرام ترجمة نانسي قنقر